رول معضل زي ما بيقولوا مثلا اعلى قدوة تسوف انه ستايلك قريب من ستايلك ونفسك في يوم الهين توصل لهو وصله اكيد هو انا مثل الاعلى هنا محليا كابتن محمد دوريكا عالميا ميسي عالميا ميسي بس طبعا العيب دلوقتي اللي هو هيفرق مع اي حد كابتن محمد صلاح يعني هو كان في مولين طنطة وبعد كده طنطة خد الاحتراف ده خطوة خطوة وكان عنده طموح وكان عنده هدف يعني ما استسلمش اكيد كان واجهه كزا يعني واجهه كتير اوى فاكيد ما استسلمش فاحسن حاجة في ان هي عائليته دي فدي الحاجة الوحيدة اللي احنا لازم نبص عليه دولات هي العائلية اللايب عشان نوصل لحاجة احنا عايزينها طبعا طبعا عندك طموح تحترف برة اه ان شاء الله بس ان شاء الله ناخد بطولة الفريقيا التاسعة ان شاء الله وبعد كده اه هنركز اه ان شاء الله احنا اول حاجة السنة عايزينها طبعا بطولة الفريقرة دي ده الهدف الرئيسي. وان شاء الله بطولة الدوري احنا يعني شبهة محسومة بس لسه. عند نسب مشروة كبير. احنا عبر كرة. احنا بنلعب الماتش. كل ماتش بماتشو. بس احنا طبعا فرقين فريق كبير. فان شاء الله تكمل على خير بإذن الله. وبعد كده ان شاء الله الاحتراف. ان شاء الله. تحب تلعب في الدوري ايه او نادي ايه. اه ايه ايه سيميلان. اه. كابتن عربي. اللعيب النسبة لك. انت على فكرة في مركزك في الاهلي. فيه لعيبة يعني اسماء كتير جدا. جمدة جدا. جدا جدا. يعني كموجود كابتن السلية. وموجود حمد فاتحي. وليو ديانج. والحمد لله انا ما هو متواجد يعني. لا وقبل كده كابتن حسام غالي وكابتن محمد شاو. حضرك بتتكلم اللي هو انا يعني. ودلوقتي برضه طبعا. يعني او انا كان مسل اعلى بصراحة كابتن حسام غالي. بحبه جدا. بحبه جدا. بحبه جدا طبعا. ودائما يعني. تحسن كده عامل شعرك كده. دائما يعني بشابوني يعني. يعني او مثلا يعني ان انا زي حسام غالي وكده. الشكل والستايل بتاع اللعب ولا الشكل بس. ممكن لعب شوية. فبس يعني. يعني اتمنى ان انا بقى جزء يعني من القديم وكابتن حسام غالي. اللي كان بيميز كمان كابتن حسام. الحقيقة مش بس انه لعيب كبير يعني. طروفه وشخصيته. بزبط كده. شخصيته اللي بتحرك فرقة جوه الملعب. وفرقة كبيرة زي فرقة نادي الاهلي. اه اه اه.